مرحب بكم في فيديو جديد ازاي نقدر نعمل الشكل ده او نحرك مخطوطة بالشكل ده يلا بنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم مصطفى مكرم النهاردة هنعرف ازاي اقدر انا احرك شايب او شكل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده عن طريق حاجات بسيطة قوي وبشكل سريع من غير اي صعوبة كل اللي انا هحتاج اجيبه هحتاج ان انا اجيب المخطوطة اللي احنا شغالين عليها دي في ويب سايت اسمه عرب فونتس ده فيه خطوط ومخطوطات تقدر انك تستخدمها فيه منها مجاني وفيه منها بفلوس بس بصراحة الموقع متنظم وحلو جدا تقدر هنا تشوف الخطوط العربية خطوط الشركات تقدر تتحمل منه خطوط بسهولة فوق هنا بتلاقي فيه المخطوطات بضغط عليها بضغط على رمضان عشرين عشرين وبتغط بقى ايه تقلب فيه المخطوطات اللي انت شايفها دي اختار اي حاجة انت عايزها مثلا انا اخترت المخطوطة دي بضغط عليها وهنا بروح على تحميل وبضغط بالشكل ده بيبدأ ان هو يحمل معي دي اول اضافة هنحملها تاني حاجة هحتاج ان انا اروح لفيديو كوبايلوت واحمل بلاجين سيبر انا اتكلمت عنه قبل كده النهاردة هنبدأ ان احنا ايه نطبق طبيقات له واستخداماته كتيرة جدا تقدر توظفه في اكتر من حاجة والمميز ان البلاجين ده فري تقدر تستخدمه بشكل مجاني من غير اي مشاكل بتدخل على اللينك هسيبلكو طبعا اللينكات دي كلها تحت في الديسكريبشن بتدخل على اللينك بتلاقي هنا لو انت عندك ويندوز او عندك نظام قبل بتحمل اللي يناسب نظامه بتضغط داونلوود بيبدأ ان هو يحمل معاك بالشكل ده جميل جميل موضوع السيت اوب الخاص بالبلاجين كل انت بتعمله بتفتح البلاجين وبتضغط ناكست 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 وخلاص خلان نروح بقى على ادوبي فوتشوب الاول علشان نبدأ نجهز المخطوطة بتاعتنا المخطوطة بتنزل بالامتداد ده اللي هو اس في جي عادي تقدر تفتحه على ادوبي فوتشوب بتضغط عليه دابل كليك بالشكل ده وبيفتح معاك من غير اي مشاكل طبعا بقى انا مش هحتاج الكلام ده كله هبدأ ان انا اقص بالشكل ده انا مش عايز كلمة يفرحنا وهنا كمان برضو ارفانت مش عايز دي ومش عايز برضو التشكيل ده بروح بقى بفتح ملافي جديد كنترول ان وبختار الفول اتش دي او مقاس الفيديو اللي انا هشتغل عليه وببدأ ان انا اروح هنا وطبعا بالمفتول ببدأ ان انا اسحب كلمة رمضان على الفايل هنا وابدأ بقى ان انا اصغرها بالشكل ده مسلا انا عايزها تكون كده بضغط كنترول واحدد الليار التانية وبروح هنا على الالاين ببدأ ان انا ازبطها في النص بعد ما بخلص بخفي الباكراوند وعمل كنترول ألت اس وابدأ ان انا احفظها بي ان جي علشان تكون بخلفية شفاف بروح على ادوبي افتر افكتس بفتح نيو كومزيشن على بمقاس 1029 في 1080 وقول له اوكي وضع بالكليك هنا في البروجيك ببدأ ان انا اجيب الملف بتاعي وابدأ ان انا اسحبه هنا على التايم لاين بلاقي كلمة رمضان بالشكل ده ولو انا هنا روحت على الافكتس وكتبت اسم البلاجين اللي هو سيبر بلاقيه بالشكل ده طيب لو البانال دي مش موجوده بتروح هنا على ويندو وبتختار افكتس اند بريسيتس علشان تحط البلاجين على الليار يا اما بتعمل عليه الدبل كليك بينزل البلاجين او انك بتمسكه وتسحبه وتحطه على الليار هنا طيب فيه نقطة هنا دلوقتي هو البلاجين مش هيتعرف على الشكل بتاعي او الصورة البي ان جي بتاعتي فانا لازم احول دي المسك طب ازاي هقدر ان انا احولها المسك بكل بساطة هتروح هنا على الليار وهنا هتقول له اوتوترس تضغط عليها بالشكل ده وبعد كده بتقول له اوكي ما تعدلش في اي حاجه لو انت حابب تتزبط فيها شوية يعني ممكن تجرب شوية في الاعدادات هسيب لكم انتم الموضوع ده بعد كده هروح على سيبر تاني وعمل دبل كليك طيب مفيش اي حاجه حاصل برضو بروح بقى هنا على ال افكتس كنترول طبعا هنا دي البروجيكت هنا ال افكتس كنترول اللي بقدر اتحكم منها في اي افكتس بقدر ان انا اضيفه جوه الافتر افكتس بروح هنا على حاجه اسمها كاستمايس كور بفتحها بيء الشكل ده هنا مكتوب الكور بتاعي سيبر بقول له لا انا عايز الليار ماسك او حاتلي المسك اللي انا شغال عليه جميل بيكون بيء الشكل ده بروح فوق بقى على البرسيتس بقدر ان انا اختار اي شكل انت عايزه ومديك بقى الالكتريك بقى الشكل ده مديك فوج مديك حاجه كتير قوي تقدر انك تستخدمها نار بقى الشكل ده نيون مثلا انا اختارت البروتوكول جميل طبعا كل حاجه مثلا تعالوا نجيب الالكتريك مثلا او خلينا نعي فينا نيون نيون طبعا بتقدر انك تقعد بقى ايه تغير في البرامتر الموجودة عندك دي مثلا اقل للجلو شوية يعني تقعد تزبط في الاعداد بتاعتك والموضوع بسيط يعني الموضوع مصعب بالشكل ده لو فيه عندك ديستورشن او فيه تشوه تقدر انك تروح هنا على ديستورشن وتبدأ انك تعدل برضو في البرامتر دي هتلاقي الشغل بقى افضل مثلا نخليها بالشكل ده ممكن اروح هنا على السايز ارفعه شوية كده بالشكل ده فاي خيار من الخيارات دي بتقدر انك تعدل عليه بكل سهولة مثلا انا اروح هنا على البروتوكول بالشكل ده هنا تقدر انك تغير اللون بتاعه وتختار اي درجة لون انت عايزها مثلا خلونا ولياكم مثلا ممكن ناخد اللون الاخدر بالشكل ده يعني الدرجة دي كويسة ممكن انا اعلى الجلو شوية بالشكل ده خلي دي واحد ممكن نخليها خمسين او نص خمسين او نص ولياكم مثلا انا عايزو بالشكل ده ازاي بقى ببدأ ان انا احرك الشكل بتاعي بروح عند الكستمايس كور وببدأ ان انا اروح هنا على حاجة اسمها ستارت اوف ست هي عندي بصفر صفر يعني بتكون ظهرة بشكل كامل لو انا بدأت ان انا ارفع في الرقم ده هيبدأ ان هو يحرك في المسك بتاعي اللي معمول علشان يبدأ يرسمها لي بالشكل ده طيب زي ما تعلمنا ازاي بقدر ان انا احرك مثلا انا عايز الشكل يكون ظاهر في النهاية فانا ببدأ ان انا احرك مثلا عند ثلاث ثواني هنا وببدأ ان انا احط keyframe على الزيرو ببدأ بقى ان انا ارجحها تاني الاول التايم لاين عندي وببدأ ان انا اخلي دي بمية بحيث لما انا اضغط زيرو من الكيبورد يبدأ يترسم معايا من اول التايم لاين وبعد كده يثبت بقى على عند الثلاث ثواني يثبت على الشكل النهائي بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده ممكن انا اصغر بقى التايم لاين شوية عند هنا ثلاث ثواني ونص وكليك يمين واقول له trim comp علشان يصغل مساحة العمل بس يبقى على قد الشغل بتاعي ده جميل ممتاز جدا ممكن انا اضغط على الليرو وبدأ ان انا اكبرها شوية بالشكل ده عادي خليها في النص بالمنظر ده طيب ازاي بقى ان انا اقدر احرك او اعمل برضو انيميت ليه الكلمة دي نفسها علشان يعني اكثر برضو الملل بتاع سباة الكلمة ده كل انا هعمله ان انا مثلا هروح على الروتاشن بضغط على اللير وضغط R من الكيبورد بصوا بقى احنا دلوقتي ايه احنا عايزين نعمل حركة ففي الحركة دي نفسها انا عايزه يكون بالشكل ده في النهاية يعني مش عايز الروتاشن يلف معي فهروح على اخر نقطة وبعمل keyframe بعد كده بقى ايه ارجع لأول نقطة والعب برحتك يعني ممكن اخلي ايه خلي دي مثلا 45 خليها مثلا 45 بالشكل ده فبالتالي لما هاجي اشغل هتلاقوها بتلف بالمنظر اللي انتو شايفينه ده فاهميني وبعد كده بتثبت في النهاية على الشكل اللي انا عايزه طيب ممكن اضيف ايه كمان ممكن اضيف اس نفس الكلمة هروح على الاخر هنا عندي خلينا بس ايه نروح هنا على الروتاشن ممكن ايه ان احنا نقدم شوية keyframe هنا ممكن يبقى لحد هنا كويس قوي او ايه اول ما يبدأ يخلص الشكل بتاعي ويثبت يبقى بالشكل ده هنا ونفس الكلام هروح على السكيل هحط keyframe بنفس الاعدادات بتاعتي دي وببدأ ان انا ارجع في الاول وابدأ ان انا اكبر بقى شوية بالشكل ده فلما ببدأ ان انا اضغط zero من الكيبورد بيظهر معايا بالشكل ده وبعد كده بيثبت على الشكل النهائي اللي هو الاخير ده فدي اسهل طريقة علشان انك تعمل keyframe ويظهر معاك بالمنظر ده بتمنى الدرس يكون واضح وبسيط والسيبر من الحاجات القوية جدا اللي تقدر تطلع بها شغل كتير قوي هعملكو اكتر من تطبيق ان شاء الله بحيث ازاي نقدر ان احنا نوظفه في شغلنا في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شكرا 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 شكرا